بعلق رنفل مع زيت الزيتون في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم سيجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك ثمانين عاماً استعد شبابك ولدينا خبر صار لك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم لبروستاتا أو تعاني من الضعف أو العقم خصوصاً عند الرجال أو مرض السكر وأمراض القلب أو التهاب تشمع الكبد فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل وصفة صحية لعلاج كل هذه الأمراض ولكن قبل أن نبدأ وفضلاً وليس أمراً نريد أن نجمع مليون صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت لقرنفل أو زيت الزيتون ولو لمرة واحدة فأوقف هذا الفيديو للحظة وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب وقم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد هل تعلم أنه يمكن علاج لبروستاتا بزيت الزيتون والإقرنفل؟ وبعض المواد الطبيعية الأخرى؟ يعرف كل من زيت الزيتون والإقرنفل بخصائصهم الطبية المفيدة المضادة للأكسدا والالتهابات والتي تعمل على تقوية المناعة ولكن ما هي مدى فعالية هذا المزيج المذهل في علاج مشاكل المسالك البولية وخاصة لبروستاتا؟ هذا ما سوف نوضحه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية والذي سنتحدث فيه عن طريقة استخدام مزيج زيت الزيتون والإقرنفل لعلاج العديد من الأمراض الصحية وخصوصاً الأمراض الذكورية فنادراً ما يخلو منزل من لقرنفل أو زيت الزيتون خاصة في القرى والمناطق الريفية لذلك فإن مناعة الأشخاص الذين يعيشون في القرى وما زالوا يعتمدون على الطبيعة في طعامهم وعلاجهم هم الأكثر صحة كلما ابتعدت عن الأدوية خاصة المضادات الحيوية واستخدمت الأدوية بدون داعي أو بدون وصفة طبية كلما كانت مقاومة جسمك للأمراض أقل الأدوية بالطبع هي مفيدة في العديد من الحالات وقد أنقذت حياة الملايين وفي نفس الوقت قتلت الملايين أيضاً ينتج ذلك عادة من الاستخدام الخاطئ أو بدون داعي فمن المهم أن تفهم جهازك المناعي بشكل جيد فقد لا تعلم أنه عند ارتفاع درجة حرارة جسمك فإن مناعتك تضع جسمك تحت درجة حرارة عالية لقتل الفيروسات والبكتيريا في حالة إذا وجدت رشح في أنفك فإن هذا يعني وجود فيروسات وبكتيريا داخل أنفك والمخاط يمنع وصولها ويحتجزها إذا كنت تعاني من كحة أو عطاس فإن جسمك يطرد الفيروسات للخارج إذا تبولت كثيراً فإن كبدك وكليتيك يعالجون كميات كبيرة من الدم الملوث وذلك للتخلص من السموم الزائدة أو السكر الزائد فماذا تفعل في هذه الحالات؟ فقط هي الراحة والنوم والحرص على تناول الطعام الصحي فعندما تكون مريضاً فلا تشغل مناعتك بأشياء أخرى فأنت بحاجة إلى الراحة فقط إذا لم تستجب لمناعتك فإنها تضعف بحيث تنشغل المناعة بعدة أشياء في وقت واحد تعالج المرض الحالي وتدافع عن جسمك ضد العديد من مسببات الأمراض وربما لن تتمكن من هذا أو ذاك ولقد أثبتت ما يمر به العالم اليوم وما يعانيه من الفيروسات المنتشرة في الفترة الأخيرة أثبتت أن المناعة هي أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان وأن الأدوية الخاطئة ونظام الحياة الحالي كانوا سبباً مباشراً في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم لذلك كل ما عليك فعله هو مساعدة جسمك لتقوية مناعتك ويمكنك فعل ذلك باستخدام أفضل مزيج صحي لتقوية المناعة وتعزيز صحة أعضاء الجسم وهو مزيج لقرنفل وزيت الزيتون ما هي طرق علاج لبروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون؟ أولاً يجب الإشارة إلى أن لبروستاتا غدة تناسلية ذكورية وقد تصاب لبروستاتا بالعديد من المشاكل الصحية مثل احتقان لبروستاتا وهي شائعة عند الشباب قبل سن الزواج أو التهاب لبروستاتا وهو ورم حميد يسبب التهاب وتضخم في غدة لبروستاتا أو تضخم لبروستاتا وهو ورم غير حميد يصيب معظم الرجال بعد سن الخمسين يمكن علاج لبروستاتا بزيت الزيتون والقرنفل جنباً إلى جنب وذلك مع تحسين نمط حياتك ولكن عزيز المشاهد لا تهم الإطلاقاً زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة مثل حرقة البول أو آلام أسفل البطن أو استمرت لأكثر من أسبوع كيفية علاج لبروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون الوصفة الأولى لعلاج لبروستاتا المكونات نصف ملعقة قرنفل مطحون ملعقتين زيت الزيتون ملعقة عسل نحل طريقة التحضير امزج كلاً من القرنفل المطحون مع زيت الزيتون وعسل النحل وتناول ملعقة من هذا المزيج يومياً في الصباح على الريق مع التنويه إذا كنت تعاني من قرح هضمية لا يجب عليك تناوله على الريق ويمكنك استخدامه بعد الإفطار بستين دقيقة الوصفة الثانية القرنفل مع زيت الزيتون والزنجبيل والعسل لعلاج لبروستاتا المكونات ثلاث حبات قرنفل جذر زنجبيل طازج خمس سنتيمتر ملعقتين عسل كوب ماء ساخن طريقة التحضير قم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة وبعد ذلك انقعهم مع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن لفترة عشر دقائق ومن ثم قم بتصفية المزيج في كوب تقديم وأضف إليه ملعقة زيت الزيتون وملعقتين عسل النحل وبعد ذلك قم بتناول فنجان يومياً بعد الغداء بخمسة عشر دقيقة الوصفة الثالثة زيت الزيتون مع القرنفل وحبة البركة والعسل لعلاج لبروستاتا المكونات خمس حبات من القرنفل ملعقة من حبة البركة ملعقة عسل نحل ملعقة زيت الزيتون كوب ماء ساخن طريقة التحضير يتم نقع حبات القرنفل مع حبة البركة لفترة خمسة عشر دقيقة ومن ثم قم بتصفية المزيج من حبات القرنفل وحبة البركة وبعد ذلك أضف إلى المزيج ملعقة عسل نحل وملعقة من زيت الزيتون مع المزج جيداً وتناول فنجاناً يومياً قبل النوم بالتحديد في آخر اليوم يمكنك الاعتماد على هذه الوصفات للتخلص من مشاكل لبروستاتا مع الحرص على اتباع ثلاثة طرق بشكل يومي لمدة عشرة أيام ومن الضروري شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية تماماً من أي سكر مع العلم أنه بعد الأسبوع الأول إذا كانت النتائج إيجابية يمكن أن تستمر في العلاج لمدة شهر أو حتى تختفي الأعراض إذا استمرت الأعراض بنفس الحدة لأكثر من أسبوع أو كانت شديدة فلا تتردد أبداً في زيارة الطبيب نصائح علاج لبروستاتا احرص دوماً على اتباع التعليمات التالية لتحسين مناعته والحد من مشاكل لبروستاتا وعلاجها تناول الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر استبدل السكر بالعسل لتحلية أكوابك المفضلة تجنب تناول السكر نهائياً يعمل السكر على زيادة الالتهابات في الجسم ويجهد البنكرياس المسؤول عن تناول الأنسلين الذي ينظم مستويات السكر في الدم تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول مثل عصير قصب السكر تناول التين المجفف القراسية مشروب الشعير تجنب حبس البول نهائياً احرص على الذهاب إلى المرحاض بشكل منتظم خاصة قبل وبعد النوم حتى لو لم تشعر بالحاجة للتبول حبس البول يفاقم المشكلة في حين أن التبول يطرد البكتيريا مع البول وتناول نظاماً غذائياً متوازناً كماً ونوعاً هذا يعني التنويع في مصادر طعامك وعدم تناول نوع واحد من الطعام لعدة أيام مع الاكثار من الخضروات والفواكه الطازجة خاصة لبروكلي، السبانخ، البقدونس، أوراق النعناع، التوت، زيت الزيتون، التفاح، الجزر، البطاطة الحلوة تجنب الأطعمة الضارة التي ترفع الالتهابات في الجسم مثل الأطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على الزيوت المهدرجة واللحوم المصنعة مثل اللانشوان بأنواعه والبيف والمواد الحافظة الملح الصيني مثل الموجود في الأندومي تقليل القلق والتوتر مع النوم الجيد وممارسة الرياضة حالتك النفسية هي السبب الأول للمرض أو الصحة حسن حالتك النفسية لزيادة قدرة جسمك على مقاومة الأمراض بالنوم الجيد ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل فوائد لقرنفل وزيت الزيتون للجسم تحدثنا في أكثر من فيديو سابق من قناة الوصفات الزوجية عن فوائد لقرنفل وزيت الزيتون والقيمة الغذائية التي يمنحها كل مكون على حدة وأيضا موانع استخدامه فمزيج لقرنفل وزيت الزيتون يحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض والدهون مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات في الجسم وتعزز جهاز المناعة لديك وقد استخدم هذا المزيج في العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية فزيت الزيتون تتعزز فوائده عند مزجه مع لقرنفل حتى أن البعض يصفون هذا المزيج بأنه خزان الدواء كاملة فزيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تحارب مسببات الأمراض وتمنع الالتهابات يحتوي لقرنفل على السيلينيوم، المغنيسيوم، فيتامين بي، فيتامين سي كما يحتوي مزيج زيت الزيتون والقرنفل على نسب جيدة من البوتاسيوم والكالسيوم وهو بالفعل يدخل في صناعة العديد من المراهم والأدوية المضادة للالتهاب من أهم فوائد لقرنفل وزيت الزيتون للجسم والبروستاتا يعمل هذا المزيج على منع التهاب وتضخم لبروستاتا يحتوي كل من لقرنفل وزيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية تمنع الالتهابات في الجسم بما في ذلك التهاب وتضخم لبروستاتا وتحفيز تدفق الدم في أعضاء الجسم يحتوي زيت الزيتون على الإلسين الذي يعمل على تحسين ضغط الدم وتحفيز تدفق الدم في البروستاتا وإلى الأعضاء الذكرية والأنثوية يسمح هذا بوصول المغذيات بشكل جيد إلى البروستاتا وإزالة الاحتقان وتطهير السموم من الجهاز التناسلي بالكامل حيث يحمل الدم تلك السموم إلى الكبد والكلة للتخلص منها الخلاصة يمكنك علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون طبيعياً بتناول حبات القرنفل مع زيت الزيتون صباحاً ومغلي القرنفل مع الزنجبيل وزيت الزيتون في منتصف اليوم ومنقوع لقرنفل مع حبة البركة وزيت الزيتون والعسل في نهاية اليوم مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل تناول طعماً صحياً ومارس الرياضة ونم جيداً الحد من مستويات القلق والتوتر وعدم حبس البول مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء الوصفات الزوجية شكراً لكم على المشاهدة